شكرا في هذا الفيديو سنحل مع بعض أول درس للترم الثاني المومنتم والنيوتن ساكندلو سنمسك لأول أسئلة مومنتم سنلاقي بيقول لك أول شيء The product الملتبلاي بتاع الماث The body That moving in a constant direction And the time rate of change of displacement هو مين الماث الماث دا ما يقول لك Time rate of change of displacement يعني Dispcement على time Dispcement على time عارف لها من الماثموان مين اللي هي الكلام فهو كده بيسألك الماث مالتبلايه الفلوستي دا يدينا ايه دا القانون بتاع المومنتم Firefighting Airplant dropped its load رميت الحمل اللي عليها على firing force يعني كانت محملة مية وفيه فورست مولعة قامت هي رمية المية اللي عليها when it was flying attack constant velocity and continue its motion by same velocity so the momentum of the airplane after dropping اللي حصل له يعني مثلا دي كانت الحريقة او الفورست وهي هنا كان معها لود وكانت طايرة 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 جات هنا رمية اللود ومشيت من غيره يعني الماس بتاعها قل ولا زاد كده الماس زاد طيب الماس ملتبراي الفلوستي ده يدينا المومنتم اما الماس يقل وقالك ان الفلوستي constant يبقى لازم مومنتم direct معها يبقى مومنتم هو كمان هيقل opposite figure two cars one and two are moving in straight road وhave same momentum اللي اتنين عندهم same momentum ومديني ان الماس الاولانية 2000 ماس التانية معرفوش فلوس الاولانية 50 فلوس التانية 20 وهو عايز الماس بتاع التانية طيب هما اللي اتنين اكوى momentum يعني momentum 1 قد momentum 2 يعني m1 v1 قد m2 v2 m1 قلنا 2000 ملتبراي الفلوستي بتاعتها اللي اتنين 50 m2 هنكتبها x على الكالكوليتور ملتبراي 20 هتطلع 5000 او اللي اتنين باور 3 v بولينج بول الماس بتاعها 4.6 موينج بفلوستي v a long بولينج a lay so at what uniform فلوستي يعني برضو momentum الاولى add momentum الثانية يعني mv للكرة الاولى add mv للكرة التانية الاولانية كانت 4.6 وهنحط الفلوستي دي لكنها 1 التانية قالك 46 بس لازم احولها كيلو جرامي بقى ده كيلو جرام وده كيلو جرام فعملها مرتبراي تمبر مرتبراي v2 و v2 و هحطه اكنو اكس هتطلع لجابة 100 يبقى لجابة 100 v 100 مرة قد الاولانية ايجل الماس بتاعه 2 كيلو جرام fly بفلوستي 20 اتكاد شابري مسك فريسة بتاعته و الوزن بتاعها 1 كيلو جرام يعني كده بقى العشرة دي شالت الواحد فبقى التوتال بقى 11 زين فلاي و ازا السين بفلوستي الرش ما بين momentum المومنتم بتاعه الاجل الالون و المومنتم بتاع الاجل و معه الالوي عايز المومنتم بتاعه الالوي وهو الالون على momentum اما مسك البراء و المومنتم احنا في المومنتم equal mv direct مع الماس direct مع الفلوستي طب الفلوستي قال لي انها ثابتة يبقى سيبك منها في الرشيو يبقى الكلام ده m1 على m2 هو الواحد و كان 10 و هو معه فريسة 11 يبقى الرشيو 10 over 11 two objects one and two الماس بتاعهم m two m moving in a straight road with velocity two v and v as a shown figure ده ماشي نحت المين و ده ماشي نحت الشمال so which of the following generation is correct concerning momentum بتاع two object كده ده one m two v يعني momentum بتاع two one two two m one v يعني two multiply one two momentum بتاعتهم equal بس كل واحدة في اتجاه يبقى هما الاتنين equal بس opposite يبقى لازم نحط negative لوحدة فيهم opposite figure if the body a has mass m و velocity v و momentum b و body b عنده m over two يعني half m و two b عايز velocity بتاعته بكام هنعمل momentum one على momentum two او خليها a b زي ما هو قيل direct مع الماس يبقى mass a على mass b direct مع velocity يبقى velocity A على velocity b و momentum a لازم نحطها one والثاني كان ب two b نحطها ب two مثل الاولاني كان m نحطها one الثاني كان half m نحطها half velocity الاولاني كانت one وهو عايز velocity الثاني cross multiplication هتطلع لك before graph the represent relation بين momentum of the body و velocity احنا عارفين ان هما الاثنين مالهم هما الاثنين direct يبقى نختار العلاقة direct لطلعه من zero وتبقى straight line مش curve عشان power one of the graph represent variation of displacement of the body moving in the straight line مع time displacement مع time يعني كده السلوب بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على velocity وتشوف the showing point in the graph has maximum momentum maximum momentum يعني عايز momentum تزيد يبقى لازم الفلوسي يزيد وعشان الفلوسي يزيد لازم السلوب يزيد الحتة دي كده كده السلوب بتاعها ب zero يعني زاد ثلاثة في ثانية يعني الفلوسي بتاعته ثلاثة over one لكن c نزل الثلاثة بس في كام ثانية في ثانيتين يعني الفلوسي بتاعته واحد ونص يبقى ايه اكبر من b عشان كده slope a اكبر وفي momentum a اكبر opposite graph تاني represent tradition ومن displacement وطايم لوبجيكت الماس بتاعه في 4 كيلو جرام بيتهارك في straight line عايز momentum بكم المومنتم م 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 نجح حيث سألقا بقى نيجتف فإن أنه سألقا بقى نيجتف فإذا أقعamo هنا سألقا بقى نيجتف 2 سألقا بقى نيجتف 8 لأيما لقى الصورة 8 نيجتف وحظهما طالب A معلم كي هو الطالب المغنيتود وغنيتود يعني القيام الرقمية من غير ولا نيجتف ولا بقى نيجتف ولكن لو كان لم يقدك مغنيتودي كان لازم يضحه لك إجابة بقى بقى نيجتف 8 كيلو جرام ميتر برساكند بادي ايام بين ماس بتاعها ام و سري ام ار موفينج في سيم دايلكشن بيونيفور مكسيريشن ويتش يزافرون جناب البلزنج تريليشن بتوين المومنتم والفلوستي هو المومنتم على الفلوستي يدينا الماس يعني كده السلوب دايلكتو على الماس فاللي عنده ماس اكبر اللي هو البي هيبقى عنده سلوب اكبر من ايه فهنلاقي ان هنا وهنا البي عندها سلوب اعلى من ايه بس ده كيرف وده ستريت لاين فهنختار ستريت لاين اتويتش في الشوين بوينس التنس بول عندها الكورة كل ما بتنزل تحت سرعتها بتزيد فالمومنتم بتزيد فهنختار اخر نقطة تحت اقرب نقطة للارض اقرب نقطة اقرب نقطة الماس بجينة فري فول من طوب في بلدنج سو بعد 4 ثواني ده الوقت وده الماس ونضع الاجتراع عايز المومنتم في اللحظة اللي خبط فيها في الارض المومنتم الماس في فلسطي الماس في هاف اجيب من هنا في فلسطي الاجتراع على 20 المسيب من قمل بول الماث بتاعها برده 1.5 كيلو جرام 3 فول تورد الجراوند من مسافة 180 سنتي طيب 180 سنتي دي اما استعمل تبلغي 10 bar negative 2 اتبقى 1.8 متر دي كده تعتبر distance أو height اي ان كان عايز ممنتم برده في اللحظة اللي وصلنا فيها ground اكتب كلام ممنتم عادي والماث بهالف وعايزين المرادي معانا ومعانا height أو distance ومعانا g بتن وعايزين v final هنعوض في القانون الاخير اللي هو v final square v initial square plus 2 gd ادي v final تنساش تحط square v initial ب zero ودي 2 multiply 10 multiply 1.8 هتطلع v final بستة عما نعوض هنا ستة يطلع علينا الإجابة 3 kg meter per second سئلة نيوتن second law يبدأ يقولك quotient ده يعني division بتاع net force affect the body and the time rate of change velocity time rate of change velocity ده الواحد اللي هو acceleration يبقى هو عايز division ما بين force و acceleration ده يدينا مين؟ يدينا mass لان عند حضرتك نيوتن اللي هو second بيقولك net force equal ma فالفرس على acceleration سيديك mass of the body unit of equivalent kilogram meter second by negative 1 ده يونت بتاعت مين؟ ده يونت بتاعت المومنتم كانت equal a؟ كانت نيوتن multiply second ماشي؟ constant net force act on static body has constant mass الوبجيكت اللي هيحصله اما يتأثر بforce ثابتة الوبجيكت ده هيكتسب acceleration هيكتسب acceleration طب الاكسيشن دي بيزيد ولا بتقل لا acceleration ثابتة بس سرعته هي اللي بتزيد كر الماس بتاعها 1000 كيلو جرام moving by constant velocity 20 وبالتالي net force اللي بتأثر عليها هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو ليه مستر زيرو لان قالك constant velocity يعني acceleration بزيرو يعني كده ده نيوتن فيلست لو نيوتن فيلست لو كان بيقولك ان ال net force او resultant force بزيرو لما الوبجيكت يبقى او الوبجيكت يتحرك بconistant velocity في الحالتين resultant force بزيرو net force of 2 newtons اكتونا بادي الماس بتاعه هاف كيلو جرام وبالتالي يتموف باكسيشن بكم؟ احنا عارفين ان net force equal m a مدينة force ب2 والماس بهااف عايز الاكسيشن هتطلع ب4 meter per second square انزلو out of this figure space probe has a mass of 225 kg acceleration due to gravity on the surface كانت 1.62 الويت of the probe هيبقى كام؟ نحن نعرف إن الويت equal mg الماث 2.25 والج 1.62 تطلع على إجابة 364.5 باضي الماث بتاعه 50 كيلو جرام on the surface of earth where acceleration due to gravity كانت 9.8 عايز الويت الويت لسه أليس إنه equal mg M 50 G 9.8 490 Acceleration due to gravity on the surface of moon 2.62 الماث 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 لا يتغير لكن الweight على المون Object 120 20N So it weight cam on surface of moon بديك Acceleration due to gravity on moon كانت السودس يعني الجي لو هنعتبرها بون يبقى الجي على المون كانت السودس طيب وكده كده الماث سابت اه لو جينا نعمل weight على weight on moon الweight equal الweight equal الweight equal mg واحنا لسه يليني الام ثابت يبقى هنا G on earth وهنا G on moon الweight اللوم الدوني ده كان on earth يبقى ده 120 وهنا ده 1 وهنا ده 1 over 6 وهو عايز الweight on moon كام cross multiplication او shift calc هتطلع لجابة 20 Vical moving horizontal by acceleration 3 meter by second square due to effect of net force 300 عايز الماث بتاعها احنا عارفين ان الnet force equal m الnet force 3000 والم عايزينه الاكسيشن ب3 هيتطلع 1000 10 power 3 10 عايز الweight بتاعها الweight هيبقى الام جي الام قولنا 1000 والجي مدهنه على جنب هنا ب10 هيبقى total بتاعها 10 power 4 نيوتن net force of 500 نيوتن act on static body through interval of time t وبالتالي المومنتم بتاعته 250 kg meter per second عايز T بكام احنا عارفين ان net force equal change momentum عالتايم هو مدينا net force 500 ومدينا ممدينا 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 ب250 وعايز التايم يبقى نعوض هنا 250 والتايم نضع shift calc تطلع half when two equal forces affected two different body ماس بتاعه 5 kg 1 kg الاولاني اكتسب acceleration a1 والتاني اكتسب acceleration 20 عايز acceleration 1 بكام وهو قالك ان force is equal f1 add f2 2 ودي ma الاولاني ودي ma التاني m الاولاني احنا عارفه بكام لا 5 احنا عارف acceleration بتاعته يبقى نشيل m ونكتب 5 نحط مكانة acceleration x m2 1 kg و acceleration 20 تطلع m1 4 m per second square the graph present Newton second law is force equal ma force direct and mass يعني اول اجابة ولا تقولي bar 2 ولا تقولي root و force and mass هم inverse مفروض تترسم كده car mass 900 kg moving eastward with velocity 20 meter per second on straight road driver used bricks so the car slow down with a constant acceleration 5 تخذ بالك طالما تسعى bricks and slow down 10 negative acceleration لديه ماجنيتود الفريكشن force طيب نحن عندنا قانون بقولك resultant force equal ma اما الراجل يدوس على breaks فكده كل forces لديك هي friction force الماز 900 نحن نتوقف اجابة el v initial كانت بتوينتي والأكسليريشن بنيجاتيب 5 يبقى نكتب هنا نيجاتيب 5 طيب ده في ده يطلع 4500 نيوتين بس بنيجاتيب طب مستر انا ملقتش هنا نيجاتيب ملقتهش اجين برده عشان هو طلب الماجنيتيود لكن لو ما كانتش جاب سيرة الماجنيتيود كانت لازم تطلع معاك اجابة تلاقيها موجودة بالنيجاتيب two group student pull books in opposite figure قالك in two opposite direction as in the opposite figure البوكس has moved البوكس تحرك الفريكشن فورس مبين البوكس والجراوند كانت ربع F عايز يعرف البوكس ده تحرك بكون اسم تفلوست يمين ولا شمال ولا كون اسم تاكسيشن يمين ولا شمال طيب هو تشد هنا ثلاثة على اثنين F اللي هو واحد ونص F وتشد هنا بF يعني كده resultant force become 1.5 minus 1 طيب ما تنساش ان لسه فيه لسه فيه friction يبقى المفروض اجي اعمل 1.5 minus 1 والفريكشن بتبقى عكس التجاه الحركة فهو هيتحرك يمين مع الفرسة الكبيرة يبقى لسه فيه كورتر كمان همينوسه من هنا هتطلع الاجابة طيب مستر انت بتطلق resultant force ليه؟ مو حاجة من اثنين resultant force هتطلع القيمة resultant force هتطلع 0 لو طلعت 0 يبقى هو ماشي بسرعة ثابتة لو طلعت برقم زي ما طلعت دلوقتي اللي هي ربع F يبقى هو ماشي بacceleration ثابتة هو اكتسب acceleration اللي هي بقى Newton second لو قانون mA هيتحرك يمين ولا شمال لا هيتحرك يمين يعني هنختار اخر واحدة opposite figure نت فورس بكام عندك فورس هنا ب 150 و فورس هنا ب 400 هيتعمل بلاصة لو مينوس هم عكس بعض في الاتجاه يبقى هيتعملوا مينوس تطلع resultant force 250 عايز الacceleration resultant force equal mA يعني 250 والماث هنجيوه من على الرسمة هنا ب 50 يطلع الacceleration ب5 متر ب5 متر سكوير وبذا اتفجر نت فورس برده 200 يمين 200 شمال هيتنسل بعض 770 فوق 800 تحت هيتعملوا بلاصة لو مينوس عكس بعض في الاتجاه يبقى يتعملوا مينوس هتطلع النيت فورس ب30 نيوتن واتجاه التحت عايز برده الacceleration resultant force equal mA يعني 30 equal ادي الماث على الرسمة برده ب20 في الacceleration هتطلع الacceleration 1.5 فيك اللي الماث من 1500 has started motion from wrist V initial ب0 قالك under action of post engine force الماجنيتود engine force 9,570 و friction force 8,820 عايز النيت فورس كده النيت فورس هنعمل الانجين اللي هي بالزق العربية قدام مينوس الفريكشن اللي هي بالزق العربية لورا هتطلع الاجابة 750 عايز الacceleration هنرجع نقول resultant force equal mA يعني 750 الماث 1500 هتطلع الacceleration بهاف ميتر برسكند سكوير نيت فورس ماجنيتود 100 نيوتن افكت بادي الماث بتاعه 10 كيلو جرام ادي نيت فورس و ادي الماث قالك فالفلوستي increase من 10 ل 20 يبقى ده و ده و ده و ده و ده عايز ماجنيتود بتاع الماث انا هقدر من النيت فورس و الماث احسب الاكسيريشن يعني الاكسيريشن تطلع 10 و معايا النيت فورس ب 10 و معايا الفي فاينل ب 20 عايز احسب الديسبلسمنت يبقى هناخد دول و ندخل في انهي رول هندخل في رول التالتة اللي الفي فاينل سكوير equal الفي فاينل ب 20 ما تنساش ب 2 و ده 10 ما تنساش ب 2 و ده الاكسيريشن ب 10 و حط الدي كأنها النوم هتطلع لك الديستانس ب 15 ratio between acceleration of the body الماث 2 kg moving is moving to that with body الماث 4 kg post move under action of equal net force طيب ايه force equal ma هو عايز ratio acceleration على acceleration acceleration مع mass inverse يعني mass 2 over mass 1 بس احنا مش هنكتب force عشان هي equal طيب كده mass 2 before mass 1 ب 2 هتطلع الاجابة 2 2 over 1 2 equal net forces act on 2 different masses mass 5 kg and 8 ثاني mass changed sorry السرعة changed to 48 in 3 ثاني عايز mass هو قال لي ان force الاول add force يعني ma الاولاني equal ma 2 mass 1 with mass mass 2 ثاني احنا عايزين وقدر احسب الاكسلشن بتاعته V final minus V initial time V final 48 V initial 0 time 3 هكتب 16 وهعمل shift solve M2 2.5 kg body mass m has started motion from wrist constant acceleration لحده momentum خلال time interval t so after time interval 2t of the beginning of the motion body هيبقى عمل momentum كام momentum ma و not mv force not mad object but velocity will change i momentum mv t time mv كده كده الـ V initial بـ 0 يعني الـ V final direct مع time والmomentum direct مع V final يبقى الmomentum 1 على momentum 2 هتبقى direct مع T T1 على T2 مومنتم العينية كانت بـ 1 وهو عايز مومنتم الثانية التيل الأولانية كانت بتيل اللي هيعتبرها 1 لكن التيل الثانية بتو تيل يبقى تطلع الإجابة 2B يبقى انا قدرت اجيب علاقة اواربط ما بين القانون ده وقانون ده بالـ V opposite figure show 3 cases for a car الماس بتاعها M stopping at traffic light hence بالتالي order of their mass cases according to the maximum magnitude of acceleration with which the car can move الأولانية كانت عربية بس معاكالة عربية شدة M معاكالة عربية شدة 2M نريد رتبهم حسب الأكسليريشن طيب يبقى force equal MA الفرس دي الفرس بتاعة الانجين وهي ثابتة الانجين في الثلاث مرات هتطلع نفس فرس الأكسليريشن وماث انفرز وعايز اكبر acceleration يبقى اصغر ماث يبقى اول واحدة هي اصغر ماث وأكبر acceleration يبقى ايه اكبر من B كارئر باج يعني بتقلل الفرس with which driver may hit the steering wheel بتقلل لك الخبطة او الفرس اللي السواق ممكن يغبط فيها في الدركسيون بتاعه عشان بتعمل ايه قلنا اربع اجزامبل كلهم بيعتمدوا على مين على التايم حضرتك الفرس equal M delta V على T فانا عايز اقلل الفرس يبقى لازم ازود الامباكت تايم بتاع الخبطة وانا كارل ماس بتاعها ساوزن كيلو جرام moving by velocity 20 meter per second driver applies the break يعني negative acceleration استبدى يعني V final ب zero بعد time 10 seconds after the moment of a blind the break عايز المغنيتود بتاعه change of momentum طيب change of momentum هتبقى M V final minus V initial الفرس او sorry الماز ب thousand V final ب zero V initial كانت 20 يبقى هتطلع الاجابة 2 10 power 4 وطبعا كيلو جرام meter per second طلقتي على الكالكوليتور ب negative بس هو هنا عايز مين again عايز magnitude عايز magnitude عايز magnitude التي هي time تطلع الاجابة 2 10 power 3 newton man through a smooth pull vertically upward from above the bridge that was over the river so that the ball rose يعني ارتفعت 3 reach maximum height وعند maximum height هنا zero بعد كده نزلت في الووتر stage 1 طلعت لفوق stage b لحد ما وسط مية و stage c what would be the correct order of the magnitude of the acceleration with which the ball was moving هي الكرة وهي ترتفع لفوق acceleration G الكرة وهي نزلة لتحت acceleration G هي الكرة عندما تنزل جوه المية هيظهر فيه friction مع الووتر الذي نسميه Water Resistance هذا friction عكس تجاه الحركة فبالتالي سيجعل acceleration في C أصغر A و B اللي هما قد بعض عشان كده هنختار الإجابة B يعني العربية نفسها ماشية هنفترض ان ده ده اتجاه فهو هو اتجاه مين قال لك و ده سعى فرامل يبقى قالت يبقى يبقى كانت ناحية التانية هتبقى هتبقى وست قال لك الديريكشن بتاع المومنتم ومذكر والديريكشن بتاع النتفورس الديريكشن بتاع المومنتم بيبقى مع اتجاه الفلوستي إنما النتفورس بقى مع اتجاه مين يبقى بالترتيب كده مومنتم است والتانية وست يبقى الإجابة C عايز الفورس دي بكام احنا عارفين إن الفورس اكوال اللي تشينج في مومنتم المومنتم كانت 20 وزادت بقت 60 يبقى اللي تشينج بتاعها هيبقى 60 منس 20 والكلام ده حصل فاربع ونتأكد إن هي ثواني يبقى يبقى بس بتقل بريد ثابت يعني دلتا مومنتم عد T ده رقم كونستانت بس مومنتم إيه اللي بيحصل لها بتقل يعني زي أما جينا نقول العربية ماشى في الاتجاه ده وده يسين بريكس فالاكسليريشن والنيت فورس في الاتجاه ده بس الفلوستي والمومنتم في الاتجاه ده فما كانت السرعة بتقل مومنتم بتقل فيبقى الفورس عكس اتجاه ديريكشن أوف موشن وبسجراف ربريزنت ريليشن بتوين سبيد بادي الماس بتاعه 80 كيلو جرام مومنتم أوفزا بادي سروزا ستيج اي بي عايز يعرف إيه اللي كان محصل لها هي ده الفلوستي كانت بتزيد ومومنتم لازم تزيد طيب عايز الباليوب تاعت الاكتنج فورس دورينج بي سي و سي دي بي سي كانت السرعة سبتة عند 30 كانت كونستانت فلوستي طب ترى ما كونستانت فلوستي يبقى احنا هنروح لنيوتن فرست له ونقوله ان ريزولتانت فورس في الاول كانت بزيرو يبقى استحال اختار ده طيب طيب في الحتة السي دي الفلوستي نقصت من 30 لزيرو في خلال كم ثانية خلال عشرين ثانية يعني ممكن اقول ان في فاينل بزيرو الفي نيشل بسيرتي الطايم 20 يعني نيجاتف واحد ونص ميتر بسكند سكوير فلما عاوز احسب ريزولتانت فورس هتبقى ما الماس قلنا باتي في واحد ونص تبقى 120 يبقى هنختار اخر اجابة بادي الماس بتاعه ام جيت افكتد باي فاريابول فورس و اكسليريشن كده كده الاكسليريشن زادت من سفر لثلاتة خلال فورس كانت بتزيد هيا كمان من زيرو لثلاتين عايز يعرف الماس بكام ركز معي بقى كده ممكن تاخد نقطة الاكسليريشن فيها بتلاتة والفورس بسيرتي فتقول ان الفورس اكوال ام اي الفورس بسيرتي والاكسليريشن بتلاتة فتقدر تجيب الماس انه بتن كيلو جرام الويت اكوال اي الويت اكوال ام جي الماس بتن والجي مدهالك بنين بوينت ايت يبقى ناينتي ايت نيوتن اوبزت دياجرام الماجنيتود بتاع الفريكشن فورس احنا عندنا كم فورس بتأثر على الوبجيكت فيه اتنين واحدة يمين والتانية شمال وطالما الوبجيكت اكتسب اكسليريشن يبقى كانت الفورس اللي بتزقه هنا اللي هي 24 اكبر من الفريكشن فورس طيب اما نيجي نكتب الريزالتان فورس ايكوال ام اي هنعمل 24 نيوتن والفريكشن ماينس بس هنعمل الكبير ماينس الصغير الماس مكتوب على الرسمة اهو ب5 والاكسليريشن ب3 يطلع لك الفريكشن فورس ب9 نيوتن اوبزت فيجر بريزنت بادي اكس الماس بتاعه ام افكتت باينت فورس ايف تو اكواير كونستانت اكسليريشن ايه لو انظر بادي واي عنده هاف الماس وافكتت بواحد ونص ايف ساعتها الاكسليريشن اتبقى ايه قلنا ميبقى عندنا تو باديز لازم نعمل ريشيو فورس وان على فورس تو ام وان اي وان ام تو اي تو فورس وان كانت بوان فورس تو كانت بتلاتة على اثنين اللي هي واحد ونص ماس وان بوان ماس تو كان با هاف اكسليريشن وان كان با وان واحنا عايزين نحسب اكسليريشن تو هيطلع بتلاتة اكسليريشن اوز الجرافة بريزنت ريليشن بتوين النيت فورس از افكت استاتيك بادي والتيم الفورس كانت خلال سيرتي سكند الفلوستي افزا بادي افتر عشرين سكند هاز الابسد فرم بجيننج اوف موشن باقت اثنين اه ميتر با سكند طيب هي الفي انشا كانت بزيرو والفي فاينال كانت بي اثنين ميتر با سكند بعد عشرين ثانية يعني ممكن احسب لك سيريشن في فاينال منس في انشال عالتايم تطلع 0.1 ميتر با سكند سكوير طيب اعايز يعرف ايه هو اللي تشينج المومنتم كان بكام خلال العشرين ثانية دي هقوله اللي تشينج المومنتم اكوال ام في دلتا في الماسوب دي كان بكام مش هتلاقيه هقولك طب بسيط احنا ممكن نقول ان الريزالتانت فورس كانت تشينج المومنتم على الطايم الريزالتانت فورس كانت بتنى هم الجراف وهو عايز تشينج المومنتم والطايم عشرين او هتخلي التلاتين دي لانه وقالك في مسألة ايه عشرين ثانية بس يبقى الريزالتانت فورس يطلع لك بكام ايطلع لك بتو هندرد الماسوب زبادي اه كده اعرف اجيبه ازاي ان الريزالتانت فورس ايكوال ام ايه الريزالتانت فورس بتنى الماس معرفهاش والاكسيشن قلنا 0.1 يطلع بمئة كيلو جرام كار الماس بتاعها 1200 كيلو جرام ستارت موشن فروم رست الريزالت بزيرو ماشى في ستريت هوريزونتا رود اندر افكتو فورس 750 ده الريزالتانت فورس الريزالتانت فورس الريزالتانت فورس بعد ما مشت مسافة تنى عايز الفريكشن فورس يعني ده الوقت عندي عربية فيه فورس كان 750 القدام وفيه فريكشن فورس الورى يبقى كده الريزالتانت فورس فورس اقوى الريزالتانت فورس يعني دلسانة فورس اقوى الريزالتان فورس اقوى الريزالتان فورس وفيه فريكشن فورس الاب 10 هيتطلع الاكسيريشن 1.25 متر اما عاوب بيها هنا هيتطلع 6000 بولت الماس بتاعها 15 جرام غالبا تضرب 10 باور نيجاتف 3 عشان تحول كيلو جرام فايرد تورد وودن بلوك بين التريتزة بلوك ومشة مسافة 5 سنتيمتر دي برده تتعمل من تبلاي 10 باور نيجاتف 2 عشان تبقى 0.05 فايف ميتر ما بدأت تدخل كانت 100 ده البي انيشيل عايز النيتفورس لحد ما البولت تقف جوه طيب الابراج فورس اقوى الام ايه الام احنا قلنا خلاص دي 15 جرام بس لازم تعمل تبلاي 10 باور نيجاتف 3 عشان تحول كيلو جرام معايا البي انيشيل ومعايا البي فاينال ومعايا الديستنس يبقى برده السيرد اكويشن اف موشن البي فاينال بزيرو البي انيشيل با هندرد ما تنساش باور 2 ودي 2 ملتوبلاي السيرد ايه ملتوبلاي الام الاكسيشن هنطلع بالنيجاتف 10 باور 5 متر بساكند سكوير اما عوض بي هنا هنطلع الفريكشن فورس 1500 نيوتن كار الماس بتاعها 725 ده الماس موفينج بفلوستي 72 كم براور 72 هتتعمل ديفايد 3.6 بقى 20 متر بساكند وينزا درايفر اوزا كار هز بريزد البريك لتو ساكند ذات تايم الكار افكتد بفريكشن فورس كازا نيوتن عايز اللي تشينج المومنتم انا معايا الفورس وعايز اللي تشينج المومنتم ومعايا الطايم يبقى دي 2 في 10 بار 3 تشينج المومنتم وطايم بتو دلوقتي لقيت اللي جابه مرة نيجاتف ومرة بوصف اختارها ايه هي دي بريزد بريك يعني السرعة قلت يبقى لازم اللي تشينج يبقى نيجاتف فانا هاختار دي مش هاختار بي الفلوستي اوفزا كار دايدكتلي افتر فورس بريك هز فانشد بكام احنا معانا الفورس ومعانا الام نقدر نجيب الفورس كانت بكام كانت بتو في 10 بار 3 وده 7 2 5 اقدر احسب الاكسليريشن الاكسليريشن هتطلع بأيتي 2 9 بس بردو هنحط قدامها نيجاتف طيب هو عايز يحسب ال V FINAL وانا معايا ال V initial ومعايا ال time و ال V initial ب20 و ال 89 و ال Time ب2 اتطلع عليك ال V Final بـ 14.48 بادي افاويت دابليو بيجينا بفري فول يعني الفي نيشل بتاعته بزيرو قال لك فروم توب اف بيلدنج الهايت بتاعته دي وريتشرد سيرفس افتر لابسنج تايم تي عايز مومنتم افزا بادي افزا بادي ات مومنت افسترايكينج كانت بايه عشان الناس مومنتم محتاجين ام في طب بالنسبة حتى للام هاجبها ويت اوبر مين اوبر جي لان ده الماجكل بتاع الويت الويت اكل ام جي يبقى الماس اكل دابليو على جي بالنسبة لل vi في فاينال vi egential بلاس جي تي طيب مع helt OP بزيرو يبقى arrangedpi فاينال اكل جي تي نعود بالام هنا دابليو على جي ونعود بالفايلولستي غي فايتلاقي Frog ؟ راح it معي falshow voice pedigay t. بس. عايز النت فورس اللي بتأثر بكامل. هم دول كده كأنهم جسم واحد. هنا خمسة نيوتن وهنا تلاتة نيوتن يبقى النت فورس اللي بيأثر عليهم باتنين نيوتن. بس الاتنين نيوتن بتأثر عليهم مع بعض. ولو كان عايز النت فورس بس. لو كان عايز النت فورس بس. كنت اقول لها باشا دي اكوى لتنين. لكن لما عايز النت فورس اللي عالكبير او اللي عالصغير هيبقى الاتنين نيوتن دي هتتوزع عليهم. توزع عليهم ازاي مش قصتك بس المهم ان كل واحد بيأثر عليه اقل من اتنين نيوتن. محطوط على يعني مفيش فريكشن. في اكسترنال فورس. عايز التنشن هنا بكام. طبعا الاف دي بتاكت او بتشد كام ماس. بتشد سري ماس. طب التنشن فورس اللي هو عايزها بتشد مين بس. بتشد وان ماس بس. طب انا عايز احسب دي اعمل اعمل يعني اعمل يعني تعال اعمل يعني تعال اعمل مرتبلاي وان. على سري. تطلع لك وان اوفر سري اللي هي اف اوفر سري. وان ساوزن كيلو جرام. يبقى ده الماز بتاع الكار ترافلينج انيشيلي تلاتين. درايفر دسع البريك صدني الفريكشن فورس بقت تسعمية او تسعة تراف نيوتن. ذكري اني في الملي تسطب يبقى الفي فاينال بزيرو. هوفار يعني عايز مين يعني عايز المسافة. طب معانا الفورس معانا الماس نعرف نجيب الفورس بناين ساوزند. الماس بوان ساوزند. يبقى الاكسليريشن بنيجاتف ناين. ما تقوليش ناين بقى خليك حدق. معانا الفي انيشيل معانا الفي فاينال. وعايزين المسافة. معانا الاكسليريشن يبقى السير دي اكويشن في موشن. V سكوير V سكوير بلاس 2 AD. V فاينال بزيرو. الفي نيشيل بسيرتي ما تنساش بار 2. ودي 2 في نيجاتف تسعة في الديستونس. هتطلع عن مسافة 50 ميترز. رانك يعني رتب الفولوينج سيناريوز فروم سمولست اكسليريشن. نت فرس F على M. 2F على M. F على 2M. 2F على 2M. احنا كده كده الفرس اكوال M A. يعني ال A اكوال F over M. يعني هنا 1 over 1 ب1. هنا 2 over 1 ب2. هنا 1 over 2 بهاف. هنا 2 over 2 ب1. يبقى من يبقى التالت ده اصغر واحد. بعد كده دول قد بعض اللي هو 1 و 4. وده اخر واحد او ده يعتبر اكبر واحد. يبقى هو اكبر واحد. بعد كده دول قد بعض بعد كده ده اصغر واحد فيهم. boy is pushing 50 كيلو جرام. ده كده mass create يعني عربية على frictionless surface. velocity changing with time as in the figure. السرعة كانت سفر وبقت 3 في خلال time قديه في خلال 6 ثواني. ده minus that اديك 6 ثواني. عايز يعرف المغنيتود بتاع الفرس that applied by body cam. طيب الفرس equal m a. ال m 50 اجيب الاكسلشن من اين. قلنا ال v final بسري وال v initial بزيرو خلال 6 ثواني. يبقى الاكسلريشن هتطلع half. half multiply 50 تطلع لجابة 25 نيوتن. نخش عالسؤال ده كان موجود في ال c قالك write down mathematical relation represented by h of the following graph ومنشن السلوب. عايز حاجتين. momentum و velocity يبقى تقوله b equal m v. طيب المومنتم على الفلسطي اللي هي y على اكس. اتبقى يكون مين? اتبقى يكون الماس. يبقى السلوب ماس. برضو ده b و m. يبقى تقوله relation b equal m v. ودلوقت السلوب هو b. بس b على مين? b على ام. يبقى يكون مين? يبقى يكون المين? يبقى يكون الفلسطي. f و m. يبقى تقوله relation force equal m a. طيب y على اكس اللي هو الفرس على الاكسليريشن على الماس. هتبقى الاكسليريشن. هنا برضو f equal m a. بس خد بالك. احنا هنعمل مين? acceleration. على فرس ده مش يبقى يكون الماس. ده بقى يكون شقلوب الماس او ريسيبركال بتاع الماس. acceleration على وان على ام. هتقوله الفرس equal m a. طيب acceleration على وان على ام. تحت اللي تحت يطلع فوق. يبقى الاسلوب هو مين? ريس الفرس. w و m. يبقى weight equal mg. والweight على ال m. هيبقى acceleration due to gravity. هو ده الاسلوب. نخش على الاسللة بتاعت السي. اول اسللة اللي هي في الوراء الاصفر اللي هي بتاعت high order sinking. ونركز فيها. بقولك زاوبزة فيجر كار start motion from rest. ال v initial. ب zero. straight line. بونيفور acceleration عايز ريش ما بين المومنتم بتاعت x وبتاعت y. x هو مش دي. y هو مش قديه. يبقى مش اتنين دي. طيب. المومنتم equal m v. وال v نجيبها منين? v initial plus 80. لأ. يبقى v final square. v initial square plus 2 AD. ده بزيرو. يعني v final square equal 2 AD. يعني v final square direct مع ال distance. طيب. مومنتم. على مومنتم 2. احنا قلنا هي direct مع الفلوستي. فلوستي وانا على الفلوستي 2. والفلوستي square direct مع D. يعني احط هنا 2 وهنا 2. فلازم احط هنا 2 وهنا 2. هتقول لي ما فهمتش حاجة مستر. بالراحة كده. تعال نمسح كل ده. ونكتبه من قوي. احنا لو عايزين هنا نعمل مومنتم x على مومنتم y هيبقى v x على vy. من القانون ده. هنا. لو عايزين نعمل v x على vy. هنعمل dx على dy بس. الفي عليها باور 2. فانا عايز عوض من دي. في دي. يبقى لازم اخلي ده باور 2. يبقى ده باور 2. فكده مومنتم x على مومنتم y باور 2. equal distance x على distance y. طب انا لو عايز اشيل باور 2 يبقى هعمل ايه? عشان نشيل باور 2 دي. والباور 2 دي. لازم تعمل square root هنا. يبقى root 1 على root 2. يبقى لجابة تبقى 1 على root 2. static curve list in horizontal surface get affected by net horizontal force that equal half magnitude of weight. الفورس او net horizontal force equal half weight. طب الفورس equal m ايه? weight equal mg. الام تروح مع الام. يبقى الاكسليريشن نص الجي والجي مدرج بالتن يبقى الاكسليريشن مفايف. عايز اعرف الفلوس تي بعد سنينتين بكامل? static يعني ال v initial بزيرو. ومعانا ال اكسليريشن ومعانا التايم. يبقى v final equal v initial plus at. v initial بزيرو. الام تطلع الاكسليريشن بخمسة. ال time ب2. تطلع الاكسليريشن بخمسة. تطلع الاكسليريشن بخمسة. عايز يعرف الدسبلسمنت بعد سنينتين. نعوض في القانون التاني. v initial t plus half at square. ال distance equal ده كله بزيرو. ودي هاف. الاكسليريشن بخمسة. و time 2 power 2. تطلع الاكسليريشن بخمسة. تطلع الاكسليريشن عشرة برضو. بس عشرة متر. opposite figure. شوب لوك الماس بتاعه 4 كيلو جرام. moving by acceleration 10 meter per second square. عايز يعرف الفرس بكامل. طبعا الاربعين دي والاربعين دول هيكانسلوا بعض. الاف مع المية وستين. هيتعمله مينس. هي مية وستين مينس اف. equal الماس في الاكسليريشن. هتقولي احنا عملنا ايه كده. هقولك احنا عملنا resultant force equal m a. resultant force اللي هو المية وستين. مينس الاف. والام باربعه. الاكسليريشن بتن. تطلع الاكسليريشن بانه. تطلع الاكسليريشن بانه. opposite graph represent relation between weight and mass of group of bodies. when they are placed on two planets. planet a and planet q. كوكمان مختلفين. قالك ال body weight 650 على على b. وهي transfer to q. طب تعالا كده نفس ال mass كان عنده ده ب20. نفهم كده ان ال weight على b double weight عند كيو. طب هو عند بي كان ب 650. يبقى عند كيو هيبقى كام؟ هيبقى نصها لها 350 25. دي طريقة. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اجي اقولك انا هجيب السلوب. هو السلوب دابليو على ام هيدينا الاكسيشن ديو جرافتي. طب بالنسبة لي البي هيبقى هعمل 400 مثلا على 40. يدينا 10. لكن بالنسبة لكيو هعمل 400 على 80. الجي بتاعة الكيو هعمل نفس 400 على 80. فهتطلع خمسة بس. طيب انا دلوقتي معي الويت على بي. ما عرفش اجيب الماس. الويت على بي ب 650. الماس عايزه اخد الجيب تاعة بي اللي هي 10. هتطلع لجابة 65 تبقى C. يبقى انا عرفت اجيب الويت وعرفت اجيب الماس. كده كده الماس هيبقى ثابت خد بالك هه. الماس على الكوكبين هيبقى ثابت. متال بول بي جين فري فول. الفينيش البزير. من هايت او ديستنس يعني 45 تورد سندي سويل. وعت على طينة او سند فهتتغتز كواها. قالك تستبدأ افتر 0.01 second of penetrating السند. افريج رزيستنس فورس جوه السند كانت نيجاتيف سري ساوزنت ميتر. عايز الماس بكامل. خد بالك هيا الاول كانت فري فول. وبعد كده دخلت جوه السند لحد ما واقفت. طيب هنا الفينيش البزيرو. عايز احسب الفينيش البزيرو هنا بكامل. والمسافة مدها لك بفورتي فايف. وكده كده الجيب بتاعة الارض بتن. احسب الفينيش البزيرو. ودي تو. في تن. في فورتي فايف. وحط هنا ايجس سكوير. تطلع الفينيش بسيرتي ميتر بسكند. طيب دلوقتي هي رجأت تاني تستوب هنا. تعتبر الفينيش اللي لها سيرتي هي الفينيش اللي لها هنا صح? وهو مديني النيت فورس. ومعايا الطايم. حلو. معايا الفينيش ومعايا الفينيش ومعايا الطايم اقدر اجيب الاكساشن اللي مش بها جوه. زيرو. مينس سيرتي. على زيرو بوينت زيرو ون. يطلع الاكسيريشن بنيجاتف سري ساوزان ميتر بسكند سكوير. الفورس اكوال ام ايه? نيجاتف سري ساوزاند. اجيب الماس. الاكسيريشن هي كمان بنيجاتف سري ساوزاند. يعني هطلع الماس وان كيلو جرام. وده سؤال حلو قوي. خليه في بالك ويريت ما تنسهوش. سري ماسز ام وطو ام وسري ام كونكتد بتسترينج ملهمش ماسز تقريبا. على فريكشن لس سيرفس او سموز سيرفس. في اف شدت المجموعة كلها. عايز يعرف التي في الحبل ده بكام. نفس الطريقة الاف دي شدت كام ام? تلاتة واثنين واحد شدت ستة ام. طب تي تو هتشد كام? تي تو هتشد تلاتة ام. طب تي وان هتشد كام? هتشد ام. هو عايز يعرف تي تو. هعمل كروس هنا مرة وكروس هنا مرة. هيديني مرة ان تي تو اكوال واحد في ستة على تلاتة. واحد سري في تلاتة على ستة. يعني يطلع لي ها في الاف. ومرة هعمله هنا. انا فدي واحد في تلاتة على واحد يعني يطلع لي تلاتة من تي وان. انهي اجابة اللي هلاقيها. هلاقي تلاتة من تي وان. الاجابة تنصح. بس هو عايز انهي واحدة. او انهي واحدة لاتة. هنا دي هاف اف. انا ملقيتش هاف اف دي ولا هاف اف دي. فالاجابة الوحيدة اللي لاتها. ايه سري تي ون. مالوش ماس. على سموس بولي يعني برضو مفيش فريكشن. عايز اعرف كان بتحرك بيهم ايه. طبعا ده يبقى بينزل تحت ودائما بيطلع فوق. هنمسك كل جسم الوحده. هنمسك السبعة الاول. اللي هي مشدود فوق بتنشن فورس اللي هي قوة الشد. ومشدود تحت الويت اللي هي ام جي. وهو بيتحرك تحت. يبقى الريزالتانت فورس اكوال ام ايه. الريزالتانت فورس دي. اللي هي الويت مينس التنشن اكوال ام ايه. طب ليه عملت الويت مينس تنشن عشان الويت اكبر عشان هو نازل لتحت. طيب الويت ماس في جي يعني الويت بسيفنتي. يبقى سيفنتي مينس التنشن اكوال ام ايه. الام بسبعة نفس الكلام على الجسم الثاني بيتشد تحت weight equal mg بس الماس المرة دي خمسة في عشرة يعني خمسين بس وفيه tension فوق وهو يتحرك لفوق يبقى مرة دي tension minus weight هي equal ma التنشن معرفه الweight قلنا 50 الماس خمسة في acceleration هنعمل ايه في الـ 2 equations دول اعملهم بلاص 70 minus t equal 7a و t minus 50 equal 5a ما تعملهم بنص التى والتى اروحوا مع بعض 70 minus 50 خمسة وسبعة 12a شفت solve تطلع الا 1.67 برضو الفكرة دي يا ريت ما تتنسيش نيجي بقى لسؤال الفيل هيجي يقولك elephant pull a log الماس بتاعها half ton التن دا طبعا بتعمل مرتبلاي 10 bar 3 يعني هو 500 كيلو جرام كونستان تفلوستي كونستان تفلوستي دي بقى دا نيوتن فرست لول اولة result on force بكم بزيرو على هوريزونتال سيرفس بايروب عامل angle 60 مع الهوريزونتال angle 60 مع الهوريزونتال يعني الحبلة اهو وده الهوريزونتال الانجل دي ب60 to horizontal given that in friction force between log والground كانت 200 طيب مبدئيا الفرس اللي هي التنشن دي اللي هو عايز يحسبها في الحالة الاولانية لازم يتعملها resolution يعني لازم يجي اقول انا هنا هعمل تنشن كوزاين 60 عشان مع الانجل وده مش مع الانجل يبقى التنشن ساين 60 طيب انهي اللي هتأثر على اللوج انهي اللي هتشده اللي هي الهوريزونتال اللي عايمين اللي هي التنشن كوزاين طيب والعكس هيبقى فيه الفريكشن فورسي بما ان result on force بزيرو يعني المفروض ان التنشن كوزاين ده مينس ده يديني 0 يعني المفروض ان اللي اتنين اقوى البعض طيب هو قال لي ان التنشن فورس ب200 ودي تي كوزاين 60 shift solve تطلع لك التنشن الاولانية ب400 مينس ده يديني 0 required magnitude of tension force للروب to make the log move باكسلراشن 2 كده دخلنا في نيوتين ساكند لو ان result on force هيبقى اقوى الام ايه طيب result on force هنعملها ازاي هنعمل تي كوزاين سكستي مينس الفريكشن فورس equal m التي معرفهاش كوزاين سكستي زي ما هي الفريكشن هيفضل 200 mass on 500 وده ب2 shift solve دلوقتي هتطلع علينا ان التنشن فورس بقى 2400 زاد تقريبا ست مرات عشان خاطر يقدر يمشي في اكسلراشن ويزود سرعته السؤال ده ما يتنسيش عشان بيفكرنا بالرزيليوشن بتاع التنم الاولاني احنا عملنا مع الانجل هنا كوزاين فخدنا تي دي وعملنا هنا تنشن كوزاين سيتا وهنا ما فيش انجل فعملنا تي في صين السيتا وده ملهاش لازمة فبقى عندنا ده بيأثر عليه في يمين تي كوزاين سكستي بيأثر عليه في الشمال الفريكشن فورس jet fly horizontally with an engine produce total 20 thousand newton forward thrust يعني الانجل بتاع الطيارة دي بيطلع 20 الف نيوتن لقدامي الماز بتاعها 50 100 او 50 thousand كيلو جرام بتاكسلرات 0.3 الماجنيتود بتاع الريزيسنس في كامل طبعا الفورس قدام مينس الفريكشن فورس ممكن نسمي دي الفورس بتاعة الانجل هيبقى الام اي فورس الانجل عشرين الف الفريكشن فورس معرفهاش الماس قلنا بـ 50 thousand والاكسلراتيشن 0.3 شفت سولفة تطلع الإجابة C اللي هي 5000 الريزيسن 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 خبالك بقى ده كيلو متر برسكن محدش قولي عملها فورس 3.6 لا دي هتعمل تايم تايم برسري عشان تحول متر برسكن انا حولت الكيلو متر لمتر بس يبقى ده خلال 8 مينتس طبعا الـ 8 دي هتعمل عشان تتحول لسكند يعني هتطلع 480 سكند الماس بتاعها كذا كيلو جرام عايز النيت فورس افكتنج الروك هتقع بكامل الفورس اكوال الماس معانا جاهز اللي هو 8 في 10 باور 6 نجيب الاخسلرشن منين؟ معانا الـ V و V و T يمكن نجيب الاخسلرشن V final minus V initial V final 9.6 V initial 0 هتطلع الاخسلرشن 20 نعوض هنا بـ 20 تطلع الاجابة 1.6 times 10 power 8 اللي هي اخر اجابة opposite figure acceleration time graph كده الـ acceleration بتزيد على غير العادة ان هي بتبقى constant represents object motion at what time force acting on the become balanced يعني ايه force become balanced يعني force بقت يعني resultant force بزيرو كلمة balance دي كنا نستخدمها مع Newton first low مع first low كنا منقول ان object balanced او equilibrium فكان ساعتها resultant force بزيرو يعني acceleration بزيرو عند الثانية الثانية يبقى الاجابة عند 2 seconds دي الاسئلة بتاعة المعاصر ان شاء الله اكون في التوكو و لو في حاجة مش فضحة بعتولي على الواتسيب ساعة لكم